اشتركوا في القناة بوثائق المحكمة التي تم تقديمها مؤخرا كجزء من الاجراءات القانونية ضد لجنة التجارة الفيدرالية FTC بشأن قضية Activision Blizzard مع توضيح سبب اعتبار بلاي ستيشن فقط بمثابة منافسة مباشرة لشركة اكس بوكس وليس نينتندو ذكرت فيها الشركة ان العام المقبل سنرى الجيل القادم لمنصة سويتش يقول المستند ان مايكروسوفت تنفس بجهاز اكس بوكس منصة بلاي ستيشن ليس لان هذين الجهازين يوفر مشهدا تنافسيا كاملا بل لانه تم اصدارهما في نفس الوقت حيث تم اصدار سويتش في فترة مختلفة واضاف المستند انهم من المتوقع ان تطلق نينتندو منصة سويتش القادمة في وقت مبكر من العام المقبل في حين ان الجهاز بلاي ستيشن فايف والاكس بوكس سيريس اكس والاكس بوكس سيريس اس في مرحلة مختلفة تماما عن منصة نينتندو الهجينة بعد دخول سويتش عامه السابع فمن المتوقع رؤية المنصة خلال العام المقبل والجدير بالذكر ان في وقت سابق من هذا العام زعمت التقارير ان عملية تطوير الجهاز تسير بشكل جيد لكنه لن يكون متاعا في اي وقت قبل ربيع 2024 وفي الوقت ذاته زعمت تقارير المنصة ستنطلق في الربع الاول من عام 2023 على الرغم ان نينتندو قالت سابقا انه ليس لديها نية لاطلق اجهزة جديدة مخطط لها في السنة المالية الحالية اذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة تفعزي لتنبيهات وافي امان الله